اشتركوا في القناة وبركاته تحيتي لكل الشرفاء داخل الجزائر وخارجها تحيتي لكل الاحرار في العالم بكل اللغات وبكل لهجات حبيت باش ندير مداخلها اليوم بعنوان الرئيس مات مالعمل كنت منذ يومين اي بتاريخ 16 مارس 2017 كتبت مقال بعنوان بوتفليقة مات ودرت علامات تعجب بطبيعة الحال كل الجزائريين والجزائريات اللي في الجزائر يعرفون من انه مشروع بين قوسين بتفليقة هو كان يعتمد اساسا على تسويق هذا الموضوع بتاع المصالحة ولكن للأسف الشديد انه هذا المشروع بتاع المصالحة راكم تشوفوا نحن على ابواب انتاع انفجار في الجزائر وكل الجزائريين والجزائريات اللي عندهم علم بما يجري في الجزائر راهم متخوفين من المستقبل وراهم يعني كيف ما يقولوا في الجزائرية حطين يديهم على كروشهم لماذا لانه كلكم تعرفوا الفتنة اللي مرت بين الجزائر وكلكم تعرفوا المشاكل اللي وقعت في الجزائر اثناء الاستعمار وما بعد الاستقلال وشفتوا الصراعات الدموية اللي حصلت في الجزائر سواء في القضية نتعل منطقة نتعل قبائل بعد الاستقلال او فيما الموضوع انتع وسمو انتع حرب الرمال الى غير ذلك من الانتكاسات المختلفة التصفية الجسادية الى الفتنة العمية اللي ضربت البلات وكل هذه الاشياء لم تسوى بعد بالتالي راكم تشوفوا الصراعات اللي راها موجودة الكلون تاعة القايد صالح الكلون تاعة التوفيق الكلون تاعة بوتفليقة وما زال الحديث حول عودة الفيس ما عودة الفيس حول المصالح انتع العفو الشامل وحول المصالح التي تقصي اطراف في المجتمع الى غير ذلك من الامور المهم بطبيعة الحال كل هذه الاشياء هي الدور حول النقاط مشتركة من انه التغيير لم يحصل في الجزائر المصالح لم تحصل في الجزائر وبالتالي نحن ذاهبون الى المجهول كنت تحدث منذ يومين كما قلت في الموضوع انتعبت في الاقامات بطبيعة الحال كي الناس ربما ينظروا لهذه المسألة على اساس انها معلومات يعني حول الوفاة انتعبت في الاقامات انا لا اتحدث بهذا المنظر هذا وانما اتحدث على الموت المعنوي اتحدث من انه بوتفليقة اعطيت له الفرصة عدة مرات من بين الفرص التي اعطيت له هو الاستقال انتع اليمين زروال سنة 1999 والانسحاب انتع المرشحي للستة اللي كانوا هما احمد طلب الابراهيمي مولود حمروش حيث احمد مقداد سيفي عبدالله جبل يوسف الخطيب ربما بعض شباب اللي ما عارفوش هذا الاشياء ما عاشوش هذا الفطرة هذي انتع التسعينات بالتالي كانت الامار تحم صغيرة وما عارفوش هذي المسائل وهذا مش عيب اعطيات الفرصة البوتفليقة اذن في سنة 1999 لما انسحبوا هذا المرشحين الستة والقروح هو واحده هو هو لم ينافس احدا القروح بعد الانسحاب انتع المرشحين والاستقال اليمين زروال بدلا من انه تدخل الجزائر في دوام واحد اخرى قبله بالامر الواقع فيما بعد تمت التنحي انتع محمد العماري وعطيت المهام للقيد صالح وعطيت الفرصة اذن البوتفليقة على جلب يستغل هذا الفراغ وكون هو انه لم يكن يعني ينتميل هذه العصب اعطيت له الفرصة بدل من هو انه يستغلها ويحقق مصالحة حقيقية بين الجزائريين للأسف الشديد استعمل الاقصاء منذ المجيء اندعو وبطبيعة الحالة انا لا اتحدث هكذاك يعني هذا مش تحليل والله اتحدث من باب الواقع انا واحد من الناس الذين تم اقصاؤهم في الجزائر كنا نمشي في تلك المرحلة مع احمد طلب الابراهيمي وكان هو المنافس انتهاءه الحقيقي سنة 1999 وكان المفترض هو انه يكون هو الرئيس لو اجريت الانتخابات بشكل شفاف على اية حال هو فيما بعد اقصى الكثير من الشخصيات السياسية اللي كانت تنافسه وجمد هذاك العمل الحزبي يعني بشكل تقريبا نهائي وقام بالاقصى عن تأك كثير من الشخصيات السياسية وصلت الى حتى الدرجة تاعة وسمها جميل ابو حارد يعني لفات هو انه ممشيتش معاها جبد عليها الخال الباب كثير من الشخصيات يعني هو انه انظلوا في هذا الموضع المهم بالنسبة لأنا بوتفليقة مات مات يوم انه اعطيت له تلك الفرص وما استغلهاش ومات هو انه يوم ان اقصى الشخصيات السياسية يعني من بينهم محمد صالح يحياوي عبد الحميد مهري حسين ايت احمد رشيد بن يلس احمد طلب الابراهيمي زهور والنيسي علي بن محمد عبد الرحمن شيبان الى غير من الشخصيات السياسية بالنسبة ليا بوتفليقامات يوم انعين خالدة تومي على رأس وزارة الثقافة بوتفليقامات يوم هو انه عين بن غبريط بن بوزيد على رأس وزارة التربية بوتفليقامات يوم هو انه احتقر ضحايا المأساة الوطنية بوتفليقامات يوم هو انه منع العائلات المختطافين باش يعبروا على الاراء تعم في المقابل اعطاء الحصان الكبار المجرمين بل حتى خصص لهم محامين على جلب باشي يدافع عليهم في الخارج بوتفليقامات بالنسبة لي مات يوم هو انه ضرب الشعب الجزائري بالهروات بعد ما كانت الجزائر مع فلسطين ظالمة او مظلومة اصبح الشعب الجزائري يضرب بالهروات في العاصمة تظاهرا مع الاشقاء انت والفلسطينيين بوتفليقامات بالنسبة لي مات يوم هو انه اغلق الاعلام نهائيا واصبح الاعلام في الجزائر بوتفليقا تغدى بتفليقا تعشى بتفليقا شرب قهوة ووراكم شفتوا في المدة الاخيرة بتفليقا هوا حرك يديه بتفليقا هوا مسح فمو الى غير ذلك بتفليقا مات بالنسبة لي لما اعطى الحركة والاقدام الصودة اعطى لهم الفرصة على جلب جيعود اللي كان ممنوع من الدخول وكان ممنوع من الجواز تاع صفر تعوي عاد بعد ما خلاص يعني راهوذوك الآن غير انتظروا الاعلان تاع الوفاة تعوي في المقابل واسمه الدكتور احمد بن محمد وغيرها من الشخصيات اللي في الجزائر ممنوعين من جواز صفر ممنوعين يعني الناس اللي رعن في البر ممنوعين من الدخول والناس اللي رعن في الداخل ممنوعين من الخروج بوتفليقة انا بالنسبة ليا مات يوم هو انه صبح يوزع في العائدات انتع النفط وانتع البترول في مشاريع عشوعية مقابل هو انه الشباب يصمت ومقابل هو انه فيه فيه جزائريين رأهم يتودوا على جلبه شوما يلقوش كون واحد يسلك لهم الدواء ويروح يديروا عملية جراحية في الخارج بوتفليقة مات انا بالنسبة ليا يوم ان مارس الجهوية صاروا يعني في الجزائر صاروا قال هاو الوزير من المنطقة الفلانية ارانا لحقنا المدة الاخيرة حتى انه تم تعيين هذا تعيين هذا ولد اباس على رأس الامنة العام من جبهة التحرير بغرض تحضير الرئيس القادم هذا هو الهدف منها لانه سعداني ربما كان شخص غير مضمون رغم انه كان هو يخدم يخدم وراه واضح من انه كانت عنده مباشرة من عند القيد صالح يعني واضح من انه تعيين هذا جميل ولد عباس من اجل انتخابة رئاسية القادمة راه واضح الامور وضع الشمس على الانسان اللي اعماله وربي عينيه والانسان اللي طمصله وربي على قلبه اذا انا بالنسبة ليامات يوم هو ان اعطيت بعض الوزارات لابناء الحركة رام معروفين بالاسماء انتاعهم من بينهم هذا واسمه هذا بوشورب هذا بوشورب المعلومات اللي عندي هو انه رفي ظلمي لابناء الحركة للترشح في القائمة انتاع الارندو هذاك وفيما بعد بالتليفون عقبوه عشاء فيما بعد وزير مش فقط غير نائب البرلمان اذا بوطفليق مات انا بالنسبة لي يوم هو انه عين الاقار بنتاعو يعني راكم شفته هذو الناس اللي رعم يقولوا بلي بومدين ما عنده تعالق بومدين بومدين راكم شفته شفته تصريح انتاع احمد طلب الابراهيمي فيما يتعلق بالوفاة انتاعو لما سألوه قال بلي خوه راح لثمة وفيما بعد طلب من احمد طلب الابراهيمي على جلب يرجعوا البيين تعطيار هذاك يرجعوا الاموال هذهك ويقتصوا منرات بنتاعو اكما تشوفوا تشوفوا بلي را ما عنده تعالق بيه وتفليق أنا بالنسبة لي مات يوم هو انه بالع للدستور وراني قلتها لكم في وقتها مش الان في 2017 يوم هو انه بالع للدستور ويوم هو انه افتح الاجواء الجزائرية للطائرات الفرنسية وإلى غير ذلك من الاشياء راني اعطت لكم فقط بعض الرؤوس الاقلام بطبيعة الحال كل انسان منكم يستطيع هو انه يضيف كان فيه كثير من الشباب مع الاسف الشديد ما عندهمش المان بالسياسة ما هم مش فاهمين هذا السراع اللي راهو ضاير بين القايد صالح وجنرال توفيق والشبكة اللي راهو دايرها على المستوى الوطني وفي الخارج وفي المؤسسات وفي الوزارات وإلى غير ذلك ما مش فاهمين هذا الشيء اللي راهو ضاير لأنه ما قرأوا تاريخ له في المدرسة ولا قرأوها من خلال والدهم ولا من خلال الواقع مع الاسف شديد وبالتالي اي واحد يجي يلعب لهم مع المورال تاح ولا يلعب لهم مع العاطفة انتح إذن فيهم اللي راهو يسعلو ما يقول لك في حالة وفاة بوتفليقة ما العمل أنا كنت تحدث في وقت سابق على بوتفليقة وقلت لكم من أنه توقعوا من أنه راهو رح يحدث انفجار أنا قلت هلكم لك لم تاعي راهو مسجل بالصوت وبالصورة وقلت لكم باللي راكم تشوفوا بعض الحالات راه منكم من اللي رأس الرس تعوي توقف تشوفوا بعض الناس اللي ربما يرميوا رواهم على الشروفات يقتلوا رواهم يعني انتحار فيهم اللي فيما بعد رأهم يدخلو هما في الهلوسة فيهم اللي هما من بعد يعقبون هرتحم هذاك مع المسكيرات وإلى غير ذلك من الأشياء وهذه الأشياء توقعوها نتكلم لكم على هذه الأشياء يعني من منطلق متابع هذا الموضوع لأنه مع الأسف الشديد تم تضليل الشباب من خلال وسائل الإعلام وصوروا على أساس أنه المنقذ وعلى أساس أنه كذا وكذا وبالتالي راكم تشوفوا فيما بعد التداعيات انتع هذاك الدك الإعلامي وهذاك التضليل الإعلامي وتشوفوا فيما بعد اليأس والإحباط اللي راح يتسبب فيه المهم فيه شباب جزائريين ومن حقهم ذلك كين يكتبوا تعليقات سواء انتقادات أو ملاحظات أو اقتراحات إلى غير ذلك منهم اللي يسأل يقول لك إيه أخي لو كان هذا الرئيس يموت إذن وش هو العمل كنا جربنا هذا العمل الحزبي هذا ورانا شفنا النتائج نتاعه السلبية يعني كالناس اللي هما في وقت سبق كانوا ينتقدوا بومدين أو ينتقدوا بنبلة أو ينتقدوا من الصالي الحاج أو غيرهم من الشخصيات ينتقدوهم على أساس هو أنه كانت عندهم هذه النرجسية وكانوا هما يشوفوا في رواحهم باللي هما الرؤساء وهما الزعمة وما كانش واحد من وراهم نفس هذا الناس منهم اللي هو أساس حزب ويعني واخذ المكانة هذيك يعني بمعنى هو أنك أنت تحارب في زعيم وكتخلق في زعيم وحد أخرى يعني وش هو الفرق لذلك العبد الضعيف أؤمن بالعمل الجماعي إذا كان رقم تشوفوا في لعبة تاكرت القدم مقابلة تلعب يعني يلعبوها أحداش من الناس فما بالكم أنتم بيناء أنت الدولة ما بالكم إذن 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 نحن 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 العمل الجماعي الذي لا زعامة ولا مش يخط فيه الإنسان اللي عنده أفكار جميلة إنسان اللي عنده أفكار بناء اللي تخدم البلاد الإنسان اللي عنده الكفاءة واللي عنده المؤهلات هو اللي نقدموه ولكن يكون العمل الجماعي يعني مش نحن نحن وزعيم وزعيم واحدة أخر يكون عمل مبني للشورى مبني الاحترام مبني على الأخذ الأرى أنت عنها مبني على تقديم المصلحة العامة إلى غير ذلك من الأشياء المهم نجي لها إن شاء الله واحدة إذن النقطة الأولى هي المسألة العمل الجماعي النقطة التي نرى فيها مهمة يجمد هذا العمل الحزبي في هذه المرحلة لأنها مرحلة خطيرة ولأن الجزائر على أبواب انتع انفجار وإذا كان فيه خيرين في هذه البلاد راهم يسمعوا فينا راهوا الصوت انتعنا بح ومع ذلك نعاود نكرر النداء يا شرفاء البلاد يا أخوتنا في الجزائر الجزائر راه على فوه انتع بركان لذلك أنا أطلب من كل الشرفاء في الجزائر سيما اللي راه موجودين في الجيش هو أنه يكونوا مثلا مجلس عسكري يتكون من كبار ضباط خاصة اللي قرأوا في أشبال الثورة هذا الناس اللي قرأوا هما في أشبال الثورة واللي عندهم مؤهلات منهم اللي راهوا عنده لا لصانس وما فوق عندهم الحمد لله كفاءات عالية ناس قاريين ناس من الثقفين وناس قرأوا في الجزائر ما عاشوش هذه الفطرة متاع الاستعمار كلهم يعني أبناء الاستقلال هذا الناس قادرين وما يلعبوا دور يتشكل مجلس عسكري من القيادات العسكرية اللي كما قلت قرأت في الأشبال تاع الثورة هذا بالنسبة لي أنا القيد صالح هذا إنسان راسوم سكر بالكادنة وهذا ما ننتظر منه والو ما ننتظر منه حتى شي فيما بعد تعلن قاطعة قاطعة مع الممارسات انتع النظام السابق هذا كي نقول النظام السابق كين بعض الإخوة هكذا من الشباب وربما ممش فهمين حتى كلمة نظام ولما انت تقول كين تغيير فهمين من أنه هذا التغيير هذا راح وراح يجيب الخراب للبلاد لما تكون عندك دار مهل هلا وعندك البيليات انت حمطر تقين السطف انت حمطر بقى التيو مثقوبين في كل البلاسة والتغيير هو ضروري واذا بيك انت هذا التغيير ضروري اذا ما درت وش راح يطع لك السطف نفس الشيء النظام هذا مهل هل راكم تشوف في الرشوار راكم الناس تخرج واسم نسخة عقد الازدياد او يجب ان يشوف معرفة في البلادية باش ما يدير الشعان واذا كذا واذا تعيني عينك البارحة او لن نسمع في واحد دائر تسجيل يقول الواحد خرج لي برمية عيني عينك او نورمال خرج لي برمية نشوف لي واحد كذا يدير لي برمية واذا تعيني عينك اذا هذي الاشياء هذي هي اللي نرى نتحدث عليها ما نش نتكلم برق بناء على من باب معلومات انت لما تقرأ سيسيولوجيا وتشوف الشي اللي راه وصار في البلاد و لما تقرأ البسيكولوجيا وتشوف الناس اللي راه وش راه وصار في البلاد راه وصبيطار مفتوح تشوف صبيطار مفتوح على الفيسبوك صبيطار مفتوح على الهواء تشوف الناس الأمراض النفسية تشوف فيها تشوف فيها صار الناس تنقل في اشياء خاصة في البيوت تنقل فيها على الصفحة على الفيسبوك الناس خلاص كما يقولوا طر لها السقف بالتالي هذا الامر راه هذي الناس راه تقرأ في الفيسبوك وراء على الأشياء هذه وبتلي التعامل معهم على هذا الأساس لذلك لابد من قاطعة نهائية مع الممارسات النظام القائم والممارسات هذه القديمة بالإضافة إلى أنه لما يكون هناك تجميد العمل الحزبي تعلن القاطعة مع الممارسات النظام أيضا هذا النس اللي هما ساهموا في الفساد هذا الناس اللي هما متورطين في الفساد الأخلاقي في نهب المال العام وهذا الناس اللي يشاركوا في المسؤوليات يعني هذا الناس خلاص لازم تعلن قاطعة معهم انتهى الأمر تعلن قاطعة معهم ربما كان اللي لمش فسدين هكذا أخلاقيا وممش فسدين ممش مشاركين في النهب انتهى المال العام اللي يتم الاستشارة نتاهم ولا تتم يعني المحاورة معهم هكذا في اطار معين ربما من اجل المصلحة العام نتعى البلاد اما الناس الفاسدين اخلاقيا واللي ساهموا في الفاسد نتعى المال العام هذوك خلاص قاطعة نهائيا وايضا هذا الناس اللي كين منهم اللي هو يتحدث على التدول السلمي على السلطة يا صاحبي تتحدث على التدول السلمي على السلطة بن بيتور ما زال يطمح بن فليس ما زاله يطمح لاخر 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 وش من تدول السلمي على السلطة يا صاحبي انت رك تحكي عليه انت في نفسك رك تقول باللي لازم يكون هناك تدول تدول على السلطة تدول السلمي على السلطة تدول السلمي على السلطة اعلن الاستقال انتعك هذا هو التدول السلمي على السلطة اعلن الاستقال انتعك وش بدرعك لياه خلي الناس تمرس السلطة تارك مارستها كنت رئيس حكومة كنت رئيس ديوان كنت وزير كنت كذا خلي الناس تمارس السلطة وعلى هذه السلطة هذه المكتوبة على اسمك هذه والله على اسم باباك خليوا رأى هكين كفاءات في الجزائر خلي خليوا سيدين شوفوا وجوه جديدة خليوا نشوفوا كفاءات جديدة إذن الإخوة والأخوات أنا بالنسبة لي إذن هذه النقاط الرئيسية اللي حبيت على جلباش نشارككم فيها في هذا النقاش إذن أنا من رأيي هو أن يشكل مجلس عسكري من الإطارات هذون اللي كانوا يقرأوا في أشبال الثورة تحدد مرحلة انتقالية يتم التجميد عن العمل الحزبي هذه نقطة مهمة جدا من بعد تكون هناك مشاورات الناس تخدم من أجل قلتها يعني في كم مرة هو أنه لازم الناس تعمل المؤتمر مؤتمر فيما بعد يصرى نقاش حول مشروع انتع مجتمع وفيما بعد تشكل حكومة انتع وحدة وطنية تمشي هذا الناس فيما بعد تكون هناك شروط قال الناس مثلا اللي يشاركوا في الحكومة انتع الوحدة الوطنية هذو ما عندهمش دروعة لجلباش يترشحوا في الانتخابات الرئاسية ولا في انتخابات البرلمانية من بعد تتناقش الناس على بعض الأمور قال مثلا الناس اللي يترشحوا مثلا في البرلمان هاي الوسم المميزات انتاعهم هاي المؤهلات انتاعهم الى غير ذلك يا سيدي ولي نفترض هو انه مثلا ان نديروا برلمان مؤقت يعني في قبل ما يكون هناك برلمان منتخب وهذا الناس اللي يكونوا هما في البرلمان المؤقت هذو ثاني كيف كيف ما يكونش عندهم الضروعة باش هما يشاركوا فيما بعد في اى انتخابات يعني هذي الممارسة نتاع تدول السلم مع السلطة شاركت في مرحلة معينة في قلمثا في حكومة مؤقتة والله في برلمان مؤقت والله ما عندكش الدروعة على الجل باش انت تبقى في السلطة خلي السلطة الناس وPOSING ديروا عهده وحده لا فالبرلمان و لا فالبلديات ولا فالولايات عهده وحده وما عندكش الدروعة على الجل باش أن ترشح مرة ثانية حتى باش نمارسوا هذي تدول على السلطة نفس الشي بالنسبة للبرلمان وبالنسبة للحكومة والحكومة نقترح هو أنه هذه الوزارات هذو يكونوا منتخابين من طرف الشعب بمعنى أنه لما واحد يصير مثلا واسمه عضو في البرلمان رأى هو منتخب من طرف الشعب يسيدي يكون هو في الاختصاص قل مثلا وزير أما باش واحد يعشي ومعينينه رئيس حكومة ويعشي فيما بعد هذا رأى الرئيس معين والرئيس الحكومة معين وانتعى البرلمان معين كلهم معينينهم بعد كل واحد يجيب المشامشية اللي يضايرين به كل واحد يجيب البنيوي اللي يرهم دايرين به وتبقى الجزائر فيما بعد تدفع الثمن والأجيال رأى تدفع الثمن نحن نحوسوا على بناء الجزائر نبنيو الجزائر مع بعض كل الجزائريين وكل الجزائريات المخلصين والمخلصات الخيرين والخيرات هو أنه يجتمعوا على جلباش ننهضوا بالبلاد ونوضعوا حد لهذا الرداء نوضعوا حد لهذا الفساد نوضعوا حد لهذا الميوعى نوضعوا حد لهذا الفساد الإخلاقي اللي رأى ضرب الأسرة وضرب المجتمع بإسره نوضعوا حد لهذا الرشوة لهذا السرقة لهذا النهب المتع المال الآم نوضعوا حد للجهوية نوضعوا حد للمحسوبية نوضعوا حد لكل هذه الأشياء السلبية اللي رأى تنخرف المجتمع هذا إذن هو لا تسجيل تعي ما نطولش عليكم بزاف حول في حالة الإعلان على الوفاة الرئيس بوتفليقة الأخوة والأخوات اللي تحبوا تلتحقوا بنا راها كينا فيه مجموعة مؤتمر الجزائر نسعى من خلال هذه المجموعة من خلال الحوار ومن خلال التواصل على جل باش نوصلوا الرسالة تعينا إذا كان فيه جزائريين وجزائريات سواء في النظام والله من أبناء الشعب نتعاون مع بعضنا إن شاء الله من أجل على جل باش ننهضوا بالبلاد هذا باختصار المدخل نتعي إن أصبت فمن الله وإن أخطأت فمن نفسي ومن الشيطان تحيتي لكم جميعا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر